اكدت المستشفيات الحكومية زيادة عدد العمليات في مجمع السلماني الطبي بمعدل 35% خلال شهر يونيو الماضي حيث تم اجراء 1210 عمليات جراحية في 13 تخصصا طبيا مختلفا مقارنة بالشهر السابق له ونوهت المستشفيات الحكومية بحرصها على مواصلة تطوير جودة الخدمات الصحية لجميع الفئات بأعلى مقييس الخدمات الصحية العالمية واشارت إلى استمرار جهودها في صياغة استراتيجيات تهدف إلى تطوير الخدمات المتاحة بجميع المستشفيات الحكومية لا سيما بمجمع السلمانية الطبي الذي يعد أحد أهم المرافق الطبية الحكومية حيث بيّنت أحدث الأحصائيات للمؤشرات الإيجابية التي حققتها تلك المشروعات والاستراتيجيات الطموحة وخاصة ما يتعلق بخفض قائمة انتظار العمليات الجراحية بمجمع السلمانية الطبي وقالت المستشفيات الحكومية إن انخفاض قائمة انتظار العمليات الجراحية بمجمع السلمانية الطبي يأتي نتيجة لآلية محددة تم وضعها إلى جانب جهود كافة الأقسام وتواقم العمل بغرف العمليات والخدمات المساندة بالإضافة إلى استحداث مشاريع جديدة من أبرزها مشروع تشغيل غرف العمليات الاختيارية في الفترة المسائية وأيام السبت